يبدو أن موضوع إيران سيشكل الصداع الأكبر في ملف السياسات الخارجية أمام الإدارة الأمريكية الجديدة صحيفة بوليتيكو الأمريكية صلتت الضوء على العقبات الداخلية التي قد تواجه الرئيس جو بايدن في ظل رغبته بتخفيف العقوبات على طهران أو العودة إلى الاتفاق النووي الصحيفة كشفت أن أعضاء في الكونغرس يعتزمون معارضة أي خطوة قد تتخذها إدارة بايدن بشأن التراجع عن العقوبات على إيران مشيرة إلى أن المعارضة لا تقتصر على الحزب الجمهوري بل تمتد لتشمل أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس من بينهم المسؤول الديمقراطي البارس في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينندز والذي يعارض بشدة فكرة عودة واشنطن للاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 أحد أعضاء مجلس الشيوخ كشف للصحيفة أن أعضاء المجلس سيقفون بالمرصاد فيما يتعلق بالسياسة المتبعة تجاه إيران بل وسيراقبون تنفيذ الإدارة للعقوبات المفروضة أخيرا على طهران وسط تصاعد المعارضة في الكونغرس لأي خطوة قد يتم اتخاذها للانفتاح على إيران كشفت الصحيفة كذلك عن تباين واضح في إدارة بايدن نفسها بين من يرى أن معالجة الملف النووي الإيراني أولوية مبكرة ومن يرفض وضع إطار زمني للعودة إلى الاتفاق وبحسب الصحيفة ترى أوساط أمريكية أن العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة سمحت بالضغط على طهران بشكل كبير وتعدير ممارساتها خارج الحدود وهو ما يمكن للإدارة الحالية أن تستغله سعيا للتوصل إلى اتفاق أشمل